اشتركوا في القناة اكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذا الانجاز يأتي ترجمة لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتعزيزا لما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته منوها بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكين نائب جلالة الملك ولي العهد من خلال تهيئة البيئة المثالية لتحقيق المنجزات العلمية التي تساهم في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة عبر مساندة الطاقات الشبابية الوطنية داعيا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر